بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد اثنين معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العوجات في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق في أنواع الطاقة المتجددة تطرقنا إلى الأهداف وذكرنا بأن تتعرف أو تتعرف في الطاقة المتجددة وأن تبين أو تبين أنواع الطاقة المتجددة توضح أو توضح الفرق بين الطاقة المتجددة وغير المتجددة تعلل أو تعلل لأهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة حاليا بعد ذلك في مراجعة المفردات تطرقنا إلى الطاقة وذكرنا بأنه يمكن أن تأخذ أشكال متنوعة منها الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة في المفردات الجديدة الطاقة الحيوية وطاقة الهايدروجين في الفكرة الرئيسة ذكرنا بأن الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفد وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة في معظم دول العالم كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من الطاقة الحرارية الأرضية وكذلك من أشكال أخرى في الربط مع الحياة ذكرنا بأنك ترى أحيانا أعمدة إنارة على بعض المباني تنير بدون وجود التوصيلات الكهربائية لها هذه الأعمدة تستمد طاقتها من الطاقة الشمسية التي تخزنها في وجود الشمس ثم تستخدمها في إضاءتها بعد ذلك في الطاقة المتجددة في درسنا السابق ذكرنا بأنها تسمى الطاقة التي تستمد من الموارد الطبيعية وتتجدد بصورة دائمة بالطاقة المتجددة وذكرنا بأنها يوجد في الطبيعة عدة أنواع منها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الحرارية الأرضية والرياح والأمواج البحرية وطاقة المياه الجارية والساقطة من المنحدرات وكذلك الحيوية بشكالها المختلفة بعد ذلك ذكرنا بأنها تتميز الطاقة المتجددة بأنها لا تنفذ بالإضافة إلى أنها طاقة نظيفة كما واضح معنا في الشكل وذكرنا بالنسبة إلى تشمل الطاقة المتجددة استخدام الوقود النووي وذلك تجنبا للمخلفات الذرية الضارة الناتجة عن المفاعلات النووية في مصادر الطاقة المتجددة تعرفنا في الدرس السابق على الطاقة الشمسية وطاقة الحرارية الأرضية وفي درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على طاقة الرياح وطاقة أمواج البحر وطاقة المياه الجارية والساقطة والطاقة الحيوية وطاقة الهايدروجين في الطاقة الشمسية ذكرنا بأنها هي الأشعة الضوئية والحرارية الصادرة نتيجة التفاعلات في مركز الشمس وتصل إلى سطح الأرض على شكل أحزمة من الأشعة بأطوال موجية مختلفة وذكرنا بأنها تشكل الشمس المصدر الرئيس للطاقة على كوكب الأرض منذ ملايين السنين ولها الدور الأساس والحيوي في تنمية الحياة وتطورها أيضا ذكرنا وقد عملت المملكة العربية السعودية من خلال خطة أهداف رؤية 2030 على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وذلك لأنها فرصة سانحة وواعدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتوفر الظروف المناخية المنائمة وجدواها الاقتصادية الجديدة بعد ذلك ذكرنا حيث تم تبني البرنامج الوطني للطاقة المتجددة استراتيجية تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة حيث يستهدف البرنامج زيادة حصة المملكة العربية السعودية من إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى وذكرنا أيضا بأنه تم إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عام 2017 الميلادية وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وذلك بالتعاون مع مدينة الملكة عبدالله للطاقة الذرية المتجددة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الشركة السعودية للكهرباء أيضا في الطاقة الشمسية ذكرنا وفي عام 2018 وتحت مظلة المشروع الوطني للطاقة المتجددة أطلقت المملكة العربية السعودية بنجاح مشروعين للطاقة المتجددة في منطقة الجوف شمال المملكة وهما مشروع سكاكا وهي محطة الطاقة الشمسية كهروضوئية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجا وات وبدأت في نوفمبر 2018 حيث يشغل مساحة تزيد عن 6 كيلومتر وهو أول مشروع ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة التي أطلقها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي يسعى إلى تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية للطاقة المتجددة بإنتاج 58.7 جيجا وات بحلول عام 2030 أيضا مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح والذي يعد الأول من نوعه بالمملكة والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتبلغ طاقتهم الإنتاجية 400 جيجا وات أيضا في الطاقة الشمسية ذكرنا كما يمكن استفادة من الطاقة الشمسية بإعداد تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة الحرارية وذكرنا بأنها تعرف الطاقة الكهروضوئية بأنها مجموعة من الخلايا الشمسية التي تعمل على تحويل الضوء الصادر من الشمس إلى طاقة كهربائية مثل ما نراه على أسطح بعض المبادئ والمنازل ومصابيح الطرق أما بالنسبة للطاقة الشمسية المركزة الحرارية تعني استغلال الحرارة الناتجة من أشعة الشمس الساقطة على الأرض لإنتاج الكهرباء وذلك باستخدام المرايا لتركيز كمية كبيرة من الشمس من أشعة الشمس على جهاز مستقبل يحتوي على ماء يسخن وينتج البخار الذي يشغل التوربينات من أجل توليد الكهرباء في النوع الثاني من مصادر الطاقة المتجددة ذكرنا الطاقة الحرارية الأرضية وذكرنا بأنها تعدى الطاقة الحرارية الأرضية مصدرا مهما للطاقة البديلة وهي طاقة حرارية طبيعية تستمد من باطن الأرض ويتم الاستفادة منها بشكل أساسي في توليد الكهرباء في موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة يتبع لمصادر الطاقة المتجددة في البداية دعونا نتساءل سويا كيف يتم الحصول على الطاقة الحيوية من مصادر الطاقة المتجددة لدينا هنا طاقة الرياح وهي الطاقة الناتجة من حركة الرياح والتي يتم من خلالها تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وذلك عن طريق التوربينات الهوائية مبدأ تحويل الطاقة ويعتمد في تحديد مواقع حقول الرياح بشكل كبير على دراسة نشاط حركة الرياح في المنطقة ويتم قياس ذلك عن طريق الدراسات الجيغرافية والأقمار الصناعية وأجهزة الرصد والقياس الاستشعارية أيضا كما هو واضح معنا هنا في الشكل 11.5 طاقة الرياح وكما ذكر سابقا يعد مشروع محطة دومة الجندة الأعزائي الطلبة لإنتاج طاقة الرياح الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتبلغ طاقته الإنتاجية 400 ميجا واط في المصدر الآخر من مصادر الطاقة المتجددة أعزائي الطلبة لدينا هنا طاقة أمواج البحر وتنتج عن استغلال حركة المياه وذلك لتوليد قوة تستعمل في توليد الكهرباء أو تحلية المياه وحركة الأمواج أعزائي الطلبة ما هي إلا أثر حركة الرياح على سطح الماء وبالتالي يمكننا القول أن الطاقة الموجية ما هي إلا وجه آخر لاستغلال الرياح وتستخدم في إنتاج هذا النوع من الطاقة محولات الطاقة الموجية كما هو واضح معنا في الشكل 12-5 نلاحظ هنا بالنسبة لمحولات الطاقة الموجية أيضا أعزائي الطلبة في طاقة أمواج البحر لهذا المصطلح أشكال عديدة من الطاقة مثل الطاقة الموجية وطاقة المد والجزر وتمثل إنجلترا وإسكتلندا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا دولا رائدة واعدة في هذا المجال بعد ذلك لدينا مصدر آخر من مصادر الطاقة المتجددة أعزائي الطلبة وهو طاقة المياه الجارية أو الساقطة مفهوم المصادر المائية للطاقة تعني محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تقام على مساقط الأنهار أو الشلالات الصناعية التي يمكن الحصول عليها من إقامة السدود والبحيرات الصناعية الخاصة بحجز المياه حيث تتوفر كمية كافية من الماء تكفي لتشغيل محطات الطاقة التي تقام عليها إنتاج الطاقة بشكل دائم والمبدأ هنا أعزائي الطلبة هو تحويل الطاقة الكامنة المختزنة في الماء المحفوظ خلف السدود أو في أماكن مرتفعة إلى طاقة ميكانيكية أثناء سقوط الماء على التوربينات فتديرها وبالتالي تدور المولدات الكهربائية المرتبطة معها منتجة بذلك لدينا الطاقة الكهربائية كما هو واضح معنا في الشكل 13.5 طاقة المياه الجارية أو الساقطة بعد ذلك أعزائي الطلبة لدينا مصدر آخر أو نوع آخر من مصادر الطاقة المتجددة وهو ما يعرف بالطاقة الحيوية في هذا النوع من المصدر تعد الطاقة الحيوية مكونا رئيسا للطاقة المتجددة حتى في البلدان الصناعية ونحصل على الطاقة الحيوية أعزائي الطلبة من المواد العضوية مثل الخشب والمحاصيل ومخلفات الحيوانات والنفايات الصلبة والسائلة وحتى الطحالب والبكتيريا حيث يتم التحويل للمواد الخام الأولية إلى شكل صالح للاستخدام من الطاقة عن طريق الاحتراق أو العمليات الكيميائية الحرارية وكذلك يمكن تحويل الكتلة الحيوية إلى غاز أو وقود سائل وبالتالي تكون المنتجات النهائية العامة للطاقة الحيوية هي التدفئة للمنازل والصناعة والكهرباء والوقود الحيوي أي بمعنى سائل الغاز أيضا أعزائي الطلبة تعد مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة ذات هدف مزدوج يتمثل بالحد من كميات النفايات التي سيتم معالجتها وتخزينها إضافة لاستخدامها في إنتاج طاقة مفيدة بطريقة صديقة للبيئة بعد ذلك لدينا مصدر آخر من مصادر أنواع الطاقة المتجددة أعزائي الطلبة وهو الطاقة الهايدروجين في هذا النوع تبرز طاقة الهايدروجين الأخضر الأزرق الأمونيا الزرقاء في طليعة الخيارات المتاحة لتوفير الوقود بعد النجاح النسبي لطاقة الشمس والرياح وتوفير الكهرباء يبرز الهايدروجين كخيار مناسب لتوفير الوقود وبخاصة للقطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل الصناعات الثقيلة ووسائل النقلة الكبيرة على سبيل المثال السفن الطائرات القاطرات وهكذا وهناك أنواع مختلفة من وقود الهايدروجين ولكل نوع مميزاته وعيوبه لدينا في البداية أعزائي الطلبة الهايدروجين الرمادي في هذا النوع وهو النوع الأكثر انتشارا حتى الآن ويستخلص من الغاز الطبيعي ويرافق انتاجه كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون ولذلك يميل انتاجه للتراجع رقم انخفاض التكلفة أما بالنسبة للهايدروجين الأزرق ويتم انتاجه كذلك مثل الهايدروجين الرمادي من الغاز الطبيعي مع فارق أساسي وهو التقاط الكربون المصاحب وتخزينه في الأرض غالبا في آبار النفط غير المنتجة أما بالنسبة لنوع آخر من الهايدروجين وهو الهايدروجين الأخضر وهذا النوع أعزائي الطلبة ينتج من الماء بعملية التحليل الكهربائي مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ويمتاز بانعدام انبعاث ثاني أكسيد الكربون تقريبا ولذلك فهو وقود صديق للبيئة بالكامل وعيبه الأساسي ارتفاع تكلفة انتاجه والحاجة إلى كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية أيضا أعزائي الطلبة لدينا الأمونيا الزرقاء تعد الأهم في مزيج الوقود الهايدروجيني وتتكون من ثلاث ذرات من الهايدروجين وذر واحدة من النايدروجين وتمتاز بأنها غاز أكثر استقرارا من الهايدروجين ويمكن نقلها بسهولة بحرا أو بواسطة خطوط الأنابيب مما يشكل حلا لأحد أكبر مشاكل الهايدروجين النقي وهي تسببه بتآكل المعادن وتسربه من الشقوق بالغة الصغر حيث أطلقت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع لإنتاج الهايدروجين الأزرق ومشاريع تجربية للهايدروجين الأخضر وتبرز كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وتركيا في مقدمة دول المنطقة التي تولي اهتماما كبيرا بطاقة الهايدروجين بعد ذلك أعزائي الطلبة لدينا هنا تجربة هذه التجربة الخلية الشمسية البسيطة تعد الشمس أكبر مصدر للطاقة لذلك يمكننا الاستفادة منها لتغطية احتياجات الطاقة لجميع بني البشر ويكون ذلك باستخدام عدة طرق حديثة لتحويل طاقة الشمس الحرارية إلى أشكال أخرى متنوعة من الطاقة في خطوات العمل اقرأ نموذج السلامة العامة في المختبر أحضر شريحة من النحاسة النقي وأخرى من النحاسة المؤكسد كأس زجاج وماء وملح جهاز فولت ميتر لقياس الجهد الكهربائي وأسلاك للتوصيل الكهربائي مصباح ضوئي خطوات العمل استخدم الكأس الزجاجي وضع فيه كمية من الملح والماء وحرك حتى يذوب الملح صل أحد أسلاك التوصيل الكهربائي بشريحة النحاس النقي والسلك الآخر بشريحة النحاس المؤكسد وضعهما داخل الكأس صل سلك الفولتوميتر الموجب بالنحاس النقي وسلك الفولتوميتر السالب بالنحاس المؤكسد بعد ذلك سجل قراءة الفولتوميتر الآن صلت الضوء على المحلول لفترة ثم سجل قراءة الفولتوميتر مرة أخرى هل يمكن للخلية البسيطة إضاءة مصباح كهربائي صغير؟ في تحليل تجربتنا من خلال التجربة السابقة استنتج طريقة يمكن من خلالها الحصول على كمية أكبر من الطاقة الشمسية يمكن الحصول على كمية أكبر من الطاقة بزيادة مساحة الخلايا الشمسية المستخدمة وتحسين كفاءتها في تحويل الضوء إلى كهرباء كما يمكن استخدام عوامل مساعدة مثل المرايا أو العدسات لتركيز الضوء على الخلايا الشمسية وزيادة كثافتها أيضا في التحليل ما النتيجة المتوقعة عند الاعتماد بشكل أكبر على استخدام الطاقة الشمسية؟ أحسنتم تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي والتي تسبب تلوث البيئة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري كما يمكن أن تساهم الطاقة الشمسية في توفير الطاقة للمناطق النائية أو الفقيرة التي لا تملك محطات كهربائية متطورة إذ تكون تكلفة الطاقة الشمسية منخفضة نسبيا مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى في تقويم الختام لهذا اليوم أعزائي الطلبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي هي الطاقة التي يتم من خلالها تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وذلك عن طريق التوربينات الهوائية مبدأ تحويل الطاقة هل هي طاقة الهايدروجين؟ طاقة أمواج البحر؟ طاقة الرياح؟ الطاقة الحيوية؟ أحسنتم بارك الله فيكم الجواب هو طاقة الرياح رقم 2 اخترى الإجابة الصحيحة فيما يلي الطاقة الناتجة عن استغلال حركة المياه التي تستعمل في توليد الكهرباء أو تحلية المياه؟ هل هي الرياح؟ طاقة الرياح؟ أم طاقة أمواج البحر؟ أم الطاقة الشمسية؟ أم الطاقة الحيوية؟ أحسنتم بارك الله فيكم هي طاقة أمواج البحر الخلاصة تعرفنا على مصادر الطاقة المتجددة لدينا طاقة الرياح وطاقة أمواج البحر وطاقة المياه الجارية أو الساقطة والطاقة الحيوية وطاقة الهايدروجين وخلالها تعرفنا على الهايدروجين الرمادي الهايدروجين الأزرق والهايدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء شكرا لكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر